في الشأن الميداني اليمني واصلت ميليشيا الحوثي الإقلابية عمالها العدوانية تجاه ابناء الشعب اليمني وقامت باستهداف لحياء السكنية في محافظة الحديدة بقذائف صاروخية إضافة إلى اختطاف العديد من الأطفال لاستخدامهم في أعمالهم العدوانية العنف الحوثي تجاه ابناء الشعب اليمني عامة والأطفال بشكل خاص يتجدد بصور متعددة ففي حادثة مؤلمة اختطفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ستة أطفال يمنيين واقتدتهم إلى معتقلاتها في محافظة الحديدة غربية البلد مصادر ميدانية يمنية أعلنت بأن الميليشيا الحوثي اختطفت الأطفال أثناء تواجدهم ضمن رحلة طلابية متوجهة إلى مدينة باجل بالحديدة وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر دعا من جهته المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على الميليشيا الحوثية من أجل الإفراج الفوري عن الأطفال الستة والتراجع عن فعلته من نكرة ووقف العدوان والعنف المستمر ضد اليمنيين العدوان الحوثي تجاه ابناء الشعب اليمني يأخذ صور متعددة ويعد استهداف الأحياء السكنية والمدنيين من أبشع صورها الميليشيات الانقلابية شنت قصفا جويا بصاروخ باليستي إيراني الصنع على أحياء سكنية في منطقة المنظر في محافظة الحديدة جراء رفض الأهالي لوجود المشروع الإيراني في اليمن هذه الجريمة كسابقاتها تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتبين مدى الإجرام الذي تمارسه الميليشيات الحوثية على الأراضي اليمنية في هذه الأثناء تصدت قوات الجيش اليمني لمحاولة الانقلابيين التسلل لعقبة مران في محافظة صعدة وتمكنت من قتل خمسة عشر عنصرا من ميليشيا الحوثي مصدر عسكري تابع لوزارة الدفاع اليمنية أعلنت أن الجيش أحبط الهجوم الحوثي من ثلاث جهات مستفيدة بذلك من الأجواء المناخية المتغيرة التي تشهدها محافظة صعدة حاليا في حين شنت قوات الجيش هجوما مضادا على مواقع تمركز الحوثيين في المحافظة وتمكنت من تدمير أغلب المركبات المعدات القتالية التابعة لهم وتعطي لما تبقى منها